معي لكم نهاردة حضاشر اداة زكاة اصطناعي مجانية لانشاء وتعديل الصور باستخدام الزكاة الاصطناعي مجانا. ادوات مهمة جدا لمصممين الجرافيك والناس اللي بتعمل تعدلات على الصورة ان هي هتعرف على ادوات دي علشان هتحتاجها كتير في شغلها. لو انت مهتم بالحلقة ما تنساش شريك في القناة تفعل زي الجرس علشان شوف كل فيديوهاتنا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش دولي سلايك بس نرايك في تعليق. يلا بينا. طبعا كلنا عارفين موقع موقع غير عن التعريف. موقع تقدر تستخدمه من خلال موبايل لابتوب حتى لو استخدمه اونلاين. كل حكاية انت مطلوب منك ان انت تسجل حساب في الموقع بالايميل بتاعك. وتقدر بعد جهة تستخدم كل الحاجات اللي موجودة في الموقع بشكل مجاني تماما. هو برنامج مشهور طبعا في المونتاج ولكن هو بيقدم ادوات الماجيك تولز. الادوات الماجيك تولز اللي بتعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي. ومن ضر استخدامات الادوات ديات هي طبعا دي هنركز عليها النهاردة. هتلاقي ان هو عندك حداشر اداة فقط في استخدام تعديلات الصور. وده اللي احنا هنتعرف عليه النهاردة. حداشر اداة مهمة جدا ممكن تفيدك في اي تصميمات في اي تعديلات انت عايز تبني على الصور بتاعتك. هنبدأ اول حاجة معنا هنا في اداة لو ضغطت عليها بالشكل ده طبعا دي اداة لتحسين جودة الصورة. يعني لو عندك صورة كده تكون ممكن تكون يعني الصورة في ها ضعيفة شوية نعمة شوية فانت هتقدر بكل بساطة ان انت تعملها تحسين. هتيجي هنا تضغط على هنختار الصورة مسلا في صورة زي دي المحمد بالشكل ده هتحمل معك هنا. هتلاحظ الصورة فيها كده يعني باهدة شوية. تعال نشوف بقى لو احنا جينا هنا. هيقول لك انت عايز بقى تعمل تعدل على الصور. فهقول لنا عايز الصورة. جايب هلك هنا من تحت خالص ان هو عارف ان جودة الصورة ضعيفة فجايب لك كل المتاح ان انت تعمله على الصورة. ابتداء من السبب مائة وعشرين لحد الفور كي انا طبعا اختار الفور كي وعند كده اعمل ده بيخلي جودة الصورة اعلى بكتير من الجودة العادية وكمان بيحسن من شكل الصورة بالشكل ده. تعال نشوف النتيجة بقى هطلعز هنا النتيجة فرقت شوية بقى الصورة نعمة اكتر ووضحة اكتر. عشان انت عارف الفرق هتدوس على العلامة دي. هيجيب لك وده بعد ما تعمله تعديل بقت واضحة بكتير جدا. بعد كده عشان تحملها بتعمل فبكل بساطة بيحمل عندك على الجهاز. التاني اديها معنا نهاردة هنا اداة ودي بيقدر تحول صورتك العادية للصور على حسب الشكل اللي انت عاوزها. هنضغط عليها برضو بالشكل ده. جاي هنا بقول لك حمل الصورة اللي انت عايز تعملها ببورتريت. هعمل ممكن برضو نجيب صورة هنا دي. طبعا دي الصورة اللي احنا عملنا لها تحسين كمان. بعد ما تحمل الصورة بيجي هنا اقول لك انت باعي عايز تعملها ايه? كارتون. عايز حاجة مسلا. عايز حاجة مسلا. يعني في كازا ستايل. طبعا كده نجرب مسلا نعمل كارتون. وعلي كده نعمل. ونشوف هيحاول الصورة من شكل ده للكارتون ازاي. ده كتا نتيجة. عمل كده نتيجة ممكن تكون مش عسن حاجة. الاداة اللي بعد كده اسمها ودي ادابة تقدر بيها تسترجع الصورة القديمة لو عندك صورة قديمة مسلا قبل دوس وتقدر ان انت تعملها فتظهر معاك بشكل احسن. تعا نجرب كده. هنا تقدر تحمل اي صورة بنفس الطريقة وهنا طبعا جايب صور هنا بايو زلط على كده نجرب مسلا هنجيب صورة زي دي كده نضغط عليها هتفتح معاك الصورة بالشكل ده. مبدئيا كده دي الصورة قبل. هتلاعز الصورة كده من اغمشة شوية وفيها كده الدنيا مش مزبطة فيها قوي. لما تم تعدلها بقت بالشكل ده. هنا عمل تحسين للصورة والوجه يزبطه اي يخدوش اي حاجة شالها. طبعا لو جانا هنا ضغطنا على ده هيعمل اكتر ان هو هيلون الصورة بشكل ده. فبصراحة هو عملها لخطوطين. اول خطوة ان هو حسن الصورة. خلال الصورة شكل كويس وبعد كده لو انها لك بالشكل ده. تجربة رائعة جدا للناس اللي بتحب تلون الصور. الاداة اللي بعد كده هي وهي ان انت تقدر تحمل صورة وتعدل عليها وتخليها بشكل مختلف. هنضغط على بالشكل ده. هنا الفكرة ان احنا بنجيب الصورة الاصلية ونضيف بعض الوصفات زي اللي هو يعني بنضيف كلام ونقول له الله حاولها لشكل تاني. عشان نعمل ده فبنيجي هنا نضغط على تحت هنا على العلامة دي عشان نجيب صورة. نضغط على هنجيب مثلا صورة زي دي وهنضغط على هنحملها بالشكل ده. بعد كده هنجي هنا نكتب بعض التفاصيل. اي تفاصيل احنا عايزين نكتبها باللول انجليزية طبعا. كتبت اي تفاصيل وبعد كده هضغط على قبل ما اضغط على بيجي ولك انت عايز كم صورة. هقول له مثلا اعمل لأربع صور. ويقول لانت عايز هختار اللي انا عايز وممكن اختار له بالشكل ده. ممكن ازود بقى ان انا اقول له ركز شوية في وخلي يعني عالي شوية. وهضغط بعد كده على هيبدأ يعمل لك تعديل على الصورة بتاعتك لأربع الصور بالشكل ده. لان اخترت طبعا سايبر بانك فهو طبيعي جدا ان هو هيعمل فازلكة او في التصميم بس هو مش بطاله. يقدر ان هو على اقل يعمل واحد لابس نفس الحاجة اللي انا لابسها وخلاص. كويس. مش محش. هنجي بعد كده حابب تحمل الصور اضغط على ده ولكن طبعا اكد انت ممكن تجرب بتفاصيل اكتر وتعمل صور اكتر وتعمل شغل احسى من كده. الادالة بعد كده وهي ودي ادالة من خلالها تقدر تعمل عدد لنهائي من تحويل النص الى صورة. هنضغط عليها بالشكل ده. هيفتح معك الصفحة دي. تجي هنا تختار البعض اللي انت عايزه. هقول له الله انا عايز البعض مسلا بورتريت. عايزه طويل. عايزه مربع زي ما انت حابب. كم صور هقول له مسلا اربع صور. اكتر اللي انت عايز تعمله. وعندك اكتر من ستايل هما ستايلات اعتقد. اه اعتقد ستة فقط. يعني كلهم لا فيه تاني. فيه انمي فيه. اللي هو ده اللي هو اللي شغال اكتر. هتتقدر برضو تختار النمط اللي انت حبه. ومش كتير ولكن مش وحش. هنختار مسلا اي نمط من الماضي. ممكن نختار حاجة زي كده. وبعد كده طبعا بتيجي هنا هقول له هنا اكتب طبعا اللي انا عايزه. فهاجي اكتب اي شيء. ممكن اقول له مسلا. اقول له بالشكل ده. واقول له كمان انا عايزها تكون وهقول له مسلا يعني تدل على الحاجات القديمة. هو ده عمل تصميم بالشكل ده ولكن طبعا انت ممكن تعمل تصميمات اكتر بسطلات اكتر مع ده تقدر من خلالها تحول النص الى صور بشكل لانهائي. ممكن هي مش مطورة قوي ولكن مع الوقت ممكن تتطور لكن بتقضي الغرض. لدي اللي بعد كده اداة دي اداة مهمة جدا للناس اللي بتحب تعمل التفريغ الخلفية متش بتقدر استخدام برامج زي الفوتشوب. واصلا دلوقتي اعتقد ان هو اشتر بكتير من الفوتشوب في تفريغ الصور. اللي ازا كنت هستعمل في الفوتشوب ببعض التفاصيل البسيطة. هنطقط عليها بالشكل ده او هنروح نحمل اي صورة عشان نعمل تفريغ للخلفية. هتفتح معاك الصفحة دي بالشكل ده. كالعادة هنا هنعمل للصورة اللي احنا عايزين نعدل عليها. اختار صورة زي دي اعملها بالشكل ده. وبعد كده هيبدأ تلكوا ايضا ان هو يعمل العملية من عشان يلغي او يفصل الخلفية عن الصورة بالشكل ده. ودي كانت النتيجة. قدر ان هو يعمل تفريغ كامل للصورة بالشكل ده. وطبعا شال كل اللون اللي كان موجود اللي هو البرتقاني بشكل كويس اويل. طبعا ده برضو بشكل مجاني للناس اللي حابة ان هي تزيل اي خلفية للصور بالشكل الاحترافي ده. عندك بعد كده اداة تعالي تشوف الادات بتعمل ايه. هنضغط عليها بالشكل ده. طبعا كل دي ادوات مجانية. هيقول لك انا حمل لحد خمسون صورة. تعالي نجرب نحمل صورة. هنحمل اي صورة مسلا بالشاتج بيتين عملها بالشكل ده. هتحمل الصورة بالشكل ده. اه هي الفكرة هنا ان هو انت حملت الصورة فبياخدها لك. بيعمل لك عليها بقى شغل براند ان انت مسلا ممكن تحطها على براند خاص بك. في اعلان في اي شيء. فمسلا هنا عندك مسلا في حاجة زي الريحة دي لو ضغط عليها كده بالشكل ده. هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل تفريغ للصورة وياخد الشعار ده ويحطه على ازازة الريحة. كزيك الامر عندك هنا البستات اللي زي دي برضو بياخد اللوجو بتاعك ويحطها في البستات دي فبتظهر عندك بشكل احترافي ممكن تعدل عليها. يعني ممكن ان انت لو عندك منتج ان انت بكل بساطة تحمله للموقع وهو هيحطه لك في اي تصميم انت عايزه بالشكل ده. هنا ضبط الصورة وعمل لها تحسين وزل ومش عارف ايه. او ما تضغط عليها كده تلقائيا هيفتح معك بقى الصفحة دي بالشكل ده. تقدر برضو ان انت تبدأ تشوف حيز تعملها ازاي. هنا مسلا في حاجات زي كده ممكن نضغط مسلا على حاجة زي كده. دي كلها فلاتر ممكن تستخدمها بيزبط لك الصورة بتاعتك. وهنا برضو لو انت روحت اخترت اي ديزاين هيستخدمه لك عادي جدا. ما قد ما تضبط اي عددات وتضغط على تلقائيا خلاص انت كده اخترت كل شيء. هيجي هنا مسلا اختار اي صورة من الصور دي. مسلا اختار صورة زي دي او ما ضغط عليا بالشكل ده. هيبدأ ان هو يطبق على الصورة دي ان هو يحط اللوجو بتاعي. هتلاحز هنا ان هو حط اللوجو هنا كده على الصورة. تضغط عليا كده. زهر هنا هو كل تفاصيلها. ممكن تغير في الكلام. تعدل بعض التفاصيل. نكلمينها شوية ولكن هي دي الفكرة الادا دي اذا كنت حاب تستخدمها. هعندك بعد كده في اداة هي اداة برضو ممكن تكون شبه الادوات استخدمناها. نضغط عليا بالشكل ده. تقدر تحمل صورة او ممكن نختار هنا صورة من دي كده. هنضغط مسلا على صورة الكلب ده. ويجي هنا اقول لك اختار هنختار مثلا نضغط. في القيان هيبدأ ان هو يحاول لك الصورة من الكلب الطبيعي ده لصورة تكون اللي هو مرسومة بالزيت. ودي النتيجة هو عامل الصورة بالشكل ده. كده اب. كده بعد. فكرة بسيطة ولكن في ناس بتحب تعمل الحاجات دي. هنريجي بعد كده على الاداة اللي هيجي هنا مسلا نختار اي صورة من الصورة. هنا في صورة جهزة هوا. هنختار الصورة هيبدأ تلقى ان هو يعمل لك عليها ونشوف الفرق قبل وبعد. تعال نشوف النتيجة كده الصورة قبل. كده عمل في تشبع الالوان اكتر وزبط الالوان. تقدر طبعا تختار ما بين السايلز الموجودة اختار الافضل وخلاص بعد كده هتعمل للصورة. لده اللي بعد كده ان انت لو حابب ان انت تلون اي صورة. هنضغط عليها بالشكل ده. هيجي لك برضو هنا. هيقول لك حامل الصورة او ممكن هنا طبعا في صورة ممكن نجرب عليها على طول. هختار صورة زي دي كده. هو مجرد ما هتحمل الصورة الافضل واسود هيلونها لك على طول بالشكل. وهنا عمل تروين للصورة. النتيجة بعد النتيجة بعد. طبعا بتوكنية الزكاة الصينية بيقدر بقى يفهم دي سماء دي صحب دي مش عارف اداة دي ارض. فيبدأ ان هو يلون على هذا الاسر. الاخرى ده معنا النهار ده وهي اللو لايت ايميج انهانسر. ان هو بيزبط الاضاءات الضعيفة يخليها احسن هنضغط عليها بالشكل ده. تقدر تحمل اي صورة او ممكن نجرب صور من الصور دي. ممكن اختار مسلا صورة زي دي. هتحمل معك بالشكل ده. هيبدأ ان هو يعمل لك تزبط لك الصورة ويجايب لك هنا برضو في اربع ليفلات هنا للاضاءة. بحيس ان انت لو عندك صورة مسلا تحس ان هي غمقة شوية. اضافة هي مش مزبوطة. هو بيزبطها لك وبيقول لك اختار الليفل اللي اعجبك وبنون عليه بتستخدم الصورة بعد كده بعد ما تعمل لك. ده في البداية الصورة كده. ده الصورة في الاول هو هده. اعمل لها هو زبطها لك. المناسب لك بتستخدمه كده اب وكده بعد. بصراحة برضو دي هت ممكن تحتاجها لو انت نصور الصور بتحس ان هي ماشي الاضاءة فيها متشبعة قوي. هدي كانت حداشر اداة شرحناهم باستخدام موقع فقط لتعديل الصور فيها ادوات تتانية كتير. ممكن نشرحها ولكن في فيديوهات تانية عشان ما انتقولش عليكم. عايزك دلوقتي تطبق وراية وتطبق الادوات دي. اعتقد ان انت هتستفيد منها كتير لانها مجانية تماما. وهتفيدك في شغلك. اتمنى تكون استفادتم من الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القانون فعز الجرس. علشان شوف كل فيديوهاتنا الجديد. علشان شوف كل فيديوهاتنا القديمة والجديدة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتسيب لنا رأيك في تعليق. وفي النهاية السلام عليكم.